مشروب الطاقة إذا ما دام لم يكن فيه نسبة من الكحول التي تصل إلى مرحلة السكر في حالة شرب الكثير منه فهو حلال قد يقال وأنا سمعت وقرأت بعض الأطباء يقولون فيه بعض الأضرار لكن وجود هذه الأضرار نوعا ما قليلة ليست كبيرة كما يقولون طبعا وهي ليست مباشرة لا تصل المسألة إلى الحرمة وإنما يمكن كراها ويمكن يختلف من شخص إلى شخص آخر باختصار شديد مشروب الطاقة يعني إذا ما دام ليس فيه نسبة كحول فيجوز بيعها ويجوز شراوها ولكن أفضل لمن لا يشتري الإنسان لأنه يقولون قد يترتب عليه بعض الأضرار بالنسبة لمن يشرب منها الكثير لكن لو واحد شرب منه مثلا شيء من هذا لا يقولون إنه مضر وبالتالي بالنسبة له يجوز إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر